أدانت جامعة الدول العربية تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأضافت جامعة الدول العربية في بيان أن فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستوطنين يمثل خطوة صغيرة متأخرة وغير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين من الضفة مشددة على ضرورة تحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب وضرورة أن يدفع المستوطنون ثمن جرائمهم المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني